موسيقى مثل ما دايما وجوهن قادرة تعطينا الحب والفرح، الأمل والحنية كان استقبالهن الجميل عم يمنح السعادة لجميع المتواجدين بمكان بيجمع المصابين بمتلازمة الحب وحولهم من أشخاص بتعتمد على الغير لأشخاص بتعتمد على ذاتها وإدخالهم بسوق العمل وكان ذلك بجهود من جمعية جذور وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة السياحة وبحضور محافظ دمشق والعديد من الوزراء والفنانين اللي شاركوهم الفرح بهذا اليوم المختلف شكراً كثيراً لوجودكم يظنون بأنهم معاقود لا هم أصحاب احتياجات خاصة إذا ما عملوا بطريقة خاصة علمية ووجعوا الاتجاه الصحيح فهم سيستطيعون أن يقفوا على أقدامهم وأن يستمروا في الحياة وأن يكون لهم موقعهم وأن يعتمدوا على أفسهم هذا مشروع مهم للغاية أنا أتمنى أن أعمر كل العاملين فيها أو خليني أقول في أكتر من 75% من العاملين فيها هم من زاوي الهمام يلي هدول هالمجموعة من اليافعين يلي تحولوا من مجموعة مستهلكة إلى مجموعة منتجة بالإضافة لأنه قدرت جمعية الجزور تملي وقتهم وتخليهم قادرين يكون منتجين وفعالين في المجتمع وقدرت تتميجهم مع المجتمع الأهلي هذا مشروع كثير مهم لأنه طبعاً لعافعين داون هنه جزء من المجتمع ما بينقصن شيء أنه يكونوا فعالين بهذا المجتمع وأنه يقدموا كمان لهذا المجتمع لأنه هنه بيحبوا أنه حدا يعاملون كناس طبيعيين وهنه فعالين ناس طبيعيين بشوية جهود الأهم أنه نحن نشتغل على الجانب النفسي أنه نحن حبين نطرح قضيتهم قدرة رأي عام هنه من حق أن يكون عندهم هاي الفرصة يسبتوا وجودهم يكون عندهم خلينا نقول شغل بحياتهم لأنه هذا الشيء رح يكون فيه له مردود إضافة عليهم نحن نحكي عن مدرازمة داوندح لأنه نحن نقدم لهم أول شيء بداية تعليم معرفة أكاديمية للدرجة ومراحل بالإضافة في أعمار كبيرة نوعاً ما بالعمر إذا خضيت سنلو 18 نحاول نقدم لهم برامج التمكين مهاني أنا فرحاني كثير 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 هنا فرحانيين أنه هنا مصرين العسلاء الإيمان بالقدرة هو نصف الطريق لتحقيق الأحلام وكانت أحلامهم يوم عن يوم عن تتحقق ومن خلال هاليوم كانت رسالتهم أنهم قادرين على العمل والعطاء مثل بقية أفراد المجتمع ولكن الميزة لما رفقتهم هي الحب تكتير المدن Lord نعم 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 بشدة